رين 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 جارسنة تاراني اليوم بالشنا جاهزين جاهزين خليكم جاهزين جاهزين جاهلكوا جاهزين رايحين وال bajخل الفن رايحين و الدخين اوري جارسنة تاراني اليوم بالشنا بسم consecut gelrooms لعبوا تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين بسمiranілو لعبوا تمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسقلون نلعب رح نم رح نستفيد بنارس و هاتذين و ما العثب تسكن للعب تاركي مساء الخير والورد لي كل الحلوين قاعدة تابعون حلقة يديدة من برنامج استوديو الأبطال طبعا دائما توصل معكم الثلاث لغاية أربع على هالشاشة الجميلة والمميزة اللي تخدم كل فئات المجتمع عندنا برامج للأطفال عندنا برامج للشباب عندنا برامج للكبار أيضا فتحية كبيرة اللي دائما يتواصل معانا وتحية كبيرة اللي دائما يتابعنا من خلال تلفزيون الراي بداية عبدالله موجود اليوم لأنني أمس فضار اليوم بياخذ بريك عشان يريحني منا تحية كبيرة اللي عبدالله وين ما كان أكيد ولا حاجة تدزي بتويتر وين عبدالله لأن أنا ببداية حلقة أقول لكم ما أدروا وين عبدالله لشي تقولون مشاعل ما قالت هذا ببداية وأيضاً أبي ذكر بطرق المشاركة في برنامج ناسين أو أستي اللي حاب أن يديق علينا ولي حاب تواصل معانا من خلال تويتر أات أبطال أندروسكور الراي نطريد تغريداتكم تعليقاتكم كل كل ما حلوة بيتقولونها في برنامج أستيديو الأبطال قبل لا أبلش عن أي شيء طيب اليوم عندنا نزكيفيري وروح نلعب مع بعض وروح ناخذ هالتصالة الجميلة بقول موضوع يهمني يعني أمانتان ومسني تشذيفة حبت نعان أتكلم عنه أمس كنت في إحدى المجماعات تجارية قلت لي واحدة كانت تقول لي مشاعل لماذا لا تغيرين برنامجك يعني ما تشعرين أنت يعني خلاص يعني مثل تروحين تطورين لبرنامج ثاني بقصد أن برنامج أطفال يعني خص الأطفال وبس بداية رح أرد أنا على هالكلام أنا طبعا أردت عليها في نفس اللحظة بس رح تكلم شوي شوي كترول تقولي شوي شوي مشاعر تكلمي أمالت المعرفة حتى شوي شوي خصوصا إذا كان الموضوع مهم بالنسبة لي أول شي برامج الأطفال من أصعب البرامج اللي الإنسان ممكن يقدمها هذا واحد ليش؟ لأن البرنامج هذا يعتمد على عفوية الأطفال وعفوية اتصالاتهم وعفوية الكام يدزونها من خلال تغريداتهم هذا أول شيء ثاني شيء كل مذيع أطفال ممكن أنه يكون مذيع لبرامج كبار ولكن مو كل مذيع كبار ممكن أنه يكون مذيع لبرامج أطفال بما فيه من صعوبة وتواصل مع الأطفال بعدين مو كل شخص عنده القدرة على أنه هو يتعامل مع الأطفال ولا يخلي الأطفال من أهم يدخلون في قلبه لأن الطفل ما يتقبل أي إنسان ولما واحد يكون في مثل هالبرنامج ويحبون أطفال وايد هذا عنده قبول بفضل رب العالمين وأيضا برامج أطفال تحتاج إلى اللباقة وتحتاج إلى الدكاء وتحتاج إلى ردة الفعل السريعة يعني الواحد ما يكون يعني مو أي واحد يقدر تكون عند ردة فعل سريعة من أي كلمة ممكن يقولها طفل آخر كلمة واللي أنا رديت فيه نفس الوقت عقل البنوتة الحلوة اللي قاتلها الكلمة إن مثل مشاعر ما كبرت على برامج أطفال قلت لها إذا ماما أنيسة كبرت على برامج أطفال معنات مشاعر كبرت فأنا قد وتي ماما أنيسة وراح أتم وراح أكمل في برامج الأطفال وأنا سعيدة إن أنا من بدايتي لغاية الحين مذيع للأطفال وبرامج أطفال تكون قاعدة جماهرية كبيرة وحبكم بقلبي كبير وما رح أخليكم وأنا لدينا الكثير من الأصدقاء أيضا يحبوني ودائما يتابعوني سواء أنا أو عبدالله هذا الكلام مني ومن عبدالله بس معلومة أحبت أصححها وتحية كبيرة حتى كل واحد يحب هذا البرنامج ودائما يتابعها رح أروح الآن مع بعض نشوف أغرايك تيس كيفري ونوجع لكم الثانية نشوف أغرايك تيس كيفري الضفدع الضفدع حيوان برمائي عديم الذيل له عينان جاحظتان ولمعظم الضفادع أرجل خلفية طويلة وقوية هناك أنواع كثيرة من الضفادع وهل تصدقوا أن الأنواع المعروفة من الضفادع قد تصل إلى 2500 نوع؟ وكل نوع له ميزة تختلف عن النوع الآخر وللظفادع أحجام وألوان مختلفة بعضها صغير الحجم وقد تكون بحجم أظفر الأصبع يستخدم الضفدع أقدامها الخلفية في القفز وباستخدامها قد يتمكن الضفدع من القفز لمسافات طويلة فمثلا الضفدع الأخضر يستطيع القفز لمسافة بعيدة قد تصل إلى متر تتغذى الضفادع على الحشرات الصغيرة وبعض النباتات البحرية ظهرت الضفادع على وجه الأرض لأول مرة قبل نحو 180 مليون سنة ترجمة نانسي قنقر رجعنا لكم أصدقائي من بعد ما شفنا هذه الفقرة الجميلة تعطينا معلومات كثيرة عن أشياء نحن ما نكون عارفينها سوف أبدأ بالتغريدات التي وصلت لنا من بداية الحلقة سلام أنا مشاعر على وجه تحياتي خالاتي بنات خالي وخواتي تحية كبيرة لهم سلام عليكم نورة شاشي شعولة وجه تحياتي روح الكرار وأصال والنجود وبين وبثون ومروة وسوسة السلطنة وبسومة وفيوزة من نور من البحرين عذرا أيام سنة لستم كاليوم الذي تعرفت فيه على جميلة شعولة من نورة غلاتي في ديت طالتش تحياتي لتش والماجد بلمطيري من باربيتش بسومة تحية كبيرة اللي حيبت قلبي بسومة وتحية كبيرة أيضا لماجد بلمطيري اللي كل الكلام الحلو يكتب على صوري ويدزها هل تريد راحة البال وانشي راح الصدر وسكينة النفس وطمأنينة القلب عليك بالاستغفار من ترانيم الأمل تحية كبيرة ليش أيضا شوفوه قلت لكم بداية حلقة وين عبود قاعد يزولي لا وحشة أكيد لا وحشة ومكان فاضي بس هو أكيد عنده الظرف منورة شعولة الله يحفظتش شنو لونتش مفضل تحليل شخصية بسيط أحب كذا لون أحب الأسود وأحب الأبيض وأحب البنك هل تريد راحة البال وانشي راح صدر وسكينة هذا قرينا أخبارك مشاعر وجهة تحياتي اللي ولد خالي حوذيفة الغالي وأقول الله وقوك في دراستك نوال بلوشي من سلطانة عمان تحية كبيرة ليش سلام عليكم ومشانكم عادي أصلا صديقة برنامج أكيد عادي هناك بشر تعجبني طيبة قلوبهم كلما تحدثت إليهم أشعر بأني أعزهم بلا سبب من نور من البحرين وحلوة الصورة اللي حطت لي ياها مسائل جمال كجمال شعولتي وما بال من يراك كل يوما ولا يعي بعظيم حظة أحب تحيل والله يحفظتش ويسعدتش ويخليتش يا رب من لمة تحية كبيرة للمة حبيبتي وشكرا على تواصل دائم أخبارك شعولتي منورة أحبك يا روحي وجهتي حياتي كل صديقاتي برنامج تحية خاصة لفتون حيبتي أقولها آسفة من فاطمة الغامدي خلينا أخذ أول اتصال في حلقتنا لليوم ونقول ألو مريوما ألا سلام ألا ألا سلام أنت زعلانة ها أنت زعلانة لا أكيد إيه عندما عندك خمس دواني تقصري على صوت التلفزيون إن شاء الله ينقطع تقديرين تقصرين إيه يلا نقصر إيه قصرنا نلعب نلعب نعم يلا يلا لعبة البازل شوف الصورة عدل عشر بعدين رح ترديد تركبين الأجزاء المفقودة من الصورة الأساسية يلا يلا وصل الأجزاء المفقودة لاختصار المفقودة حجرا المفقودة بي تسعة بي 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 أو دي سوف نرى صح اللي بعدها بي 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 صح اللي بعدها شنو سي ثمانية سي ثمانية أنا منعدي بقيتها سي ثمانية وأخر واحدة سي ثمانية جي تو شطورة يا بريوما وشكراً على اقتصالت شنو لا احباب منه؟ حاج أمي وابوي حاج أمي وابوي اي واختي طيوفة اي واخوي عالي اي اي ورفجعتي ورفجعتي بس حبيبتي تحية كبيرة لهم وتحية كبيرة لك وشكرا على تصالت ومعه ألف سلامة ناخذ اتصال آخر معنا ونقول الو دلال دلال وين تشدلال نعم سلام موجودة سلام شونت زينة كم عمرت زينة عمرت زينة خمسة العمر كله بتغنيين اي يلا تغني 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 يحكي لك ما عندي إلهة سيارة إلهة وان تو ثلاث فور فايف سيش سيفن ايت نايت تن ولد 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 شطورة سوف قولها سوف قولها سوف قولها شكرا كنترول أصدت سؤال دلولة؟ دلولة نايت من يحطها الأغنية دائما ماما والبابا؟ أنا أنت تحطينها بروحك؟ اي ماشي تحية كبيرة للدلولة وشكرا على تسالت وتواصلت معنا وحلو أن الأطفال يسمعون أغاني دائما أن أغاني هادفة معنا أنا أحبها الأغنية يعني نريد أن أكمل تغريداتي الموجودة معنا أخبار شعول تيم نورة أحبك أروحي وجود تحياتي لكل صديقات بنامج تحية خاصة لفيتون حيوبتي أقولها آسف من فاطمة الغامدي قريتي قبل شوي وراح أرجع أكمل تغريداتكم موجودة معنا نتروني من بعد هالو بريك أرجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد هالو بريك وهالفقرة إن شاء الله سنتكلم عن معلم من المعالم السياحية الموجودة بالعالم وموضوع شيق أتمنى أن كل الأصدقاء الحلوين اللي قاعدين يتابعونا أن يقرون هذا المعلومات الجميلة اللي عندنا ويستفيدون منها بس قبل أقول لكم عن سورة السن العظيم راح نقرأ تغريدات جميلة معنا بداية سعولتي والله أناك مقدمة جدا راقية ومميزة وشي جميل لا تخلين هالبرنامج ما نقدر بدونك والله أنت جيد إنسانة ناجحة ونحبك من أصال شكرا حبيبة قلبي أصال مشاعل أنا أحبك موت أنا تهنم السعودية وأحب عبد الله تحية كبيرة لك مشاعل إدعي لنا عندنا اختبار أدب حديث تبدأ اختبارات يوم السبت الجاي من بنات المشعالي ألا وفكم إن شاء الله يا رب دنيا وأخرى أيضا عندنا تغريدة شعولة منورة يا قلب بطلتك حلوة بأناقتك الجميلة عبد فاقدي نحسها وروح المرحلة اليوم أحبكم حيل من بنت السعودية تحية كبيرة لك يا بنت السعودية الكرم هو أن تعطي أكثر مما تستطيع والغرور هو أن تأخذ أقل ما تحتاج من بنت الشارقة تحية كبيرة لها أيضا شعولة بصراحة ما تخيل برنامج بدونك أبد إن شاء الله برنامج يتعمر سنين وثنين ونشوف عيالك فيه من زوزي إن شاء الله أيضا عندنا هناك بشر تعجبني طيبة قلوبهم كلما تحدث إليهم أشعر بإني أعزم بلا سبب أبو حامد من الرياض تحية كبيرة لي أبو حامد من الرياض راح نبلش الحين أن نقول لكم المعلومات الجميلة اللي عندنا عن سور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي واختير واحدا من عجائب الدنيا السبعة الجديدة في العالم في استطلاع للرأي الدولي عام 2007 أصبح سور الصين العظيم من أهم الأشياء التي لابد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحين حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام وهو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين جمهورية الصين الشعبية ويصل طول هذا السور إلى أكثر من 4000 ميلا بنيت على مدى فترة 300 سنة وفي عام 2009 يعتقد أن طول الجدار يمكن أن يصل إلى 5000 كيلومتر حوالي 307 ميل وفقا للبي بي سي نيوز فقد وضعت مقاييز جديدة على أن سور الصين العظيم طوله بنحو 8850 كيلومتر أي 5500 ميل ولا يزال علماء الآثار يبحثون عن رفاة مفقودين من الجدار منذ أن فتحت الصين حدودها السياحية في أواخر 1980 أصبح هناك أكثر من مليون شخص يقومون بزيارة سور الصين العظيم في كل عام وأي صديق عندنا راحك سور الصين العظيم ولا عندنا معلومات أكثر عن هذا السور أو هذا المعلم السياحي العالمي يقدر يفيدنا أكيد ناطرين معلوماتكم الجميلة وأنا شخصيا أماتي أتمنى أن أروح عشان أشوف هذه الأماكن الحلوة لأن عندي أنا فضول أن أشوف أماكن مميزة في كل دولة من العالم أكمل حين أقرأ تغريداتكم لأن عندي وايد وما بي أحد يزعل مني شعول مسائك راحة من رب السماء أوجي أكبر تحية إلى شعول الغالية ربي يحميها والأفت العزيزة بالسومة من محبكم ماجد المطيري تحية كبيرة لك يا ماجد المطيري وشكرا على مشاركتك وأنا سعيدة جدا أنك أنت الحين قاعد تابع هذه الحلقة أيضا كرام كبير شعولتي أهنيت وصحل سانت أحبك من سمية شكرا يا سمية أحبك من فتفوتة تحية كبيرة لفتفوتة لأنا أطلقت عليها هني كنام بس يوم ما مادرش كان طالع معي أهلين شعولة كيفك ما عليك من الناس والله أنت أحلى مذيعة وخليك كده ونحن نحبك شديد ونتمالك تفق حبيبتي من أنوسا تحية كبيرة لك يا أنوسا وشكرا للعلم بس هي ما كانت قاعد تقولي شيء أنها أو شيء سلبي لأي كانت قاعد تقولي أنها يعني ما تبيني تسوين أشياء يديدة نتغيرين يعني قاعد تنصحني أو قاعد تقول وجهة نظر يعني كانت بنت لطيفة جدا بس أنا حبت أن أوضح أنه في فرقي يعني ولش أنا متمسكة في برامج الأطفال أيضا عندنا مشاعر وجهة حياتي لي ولد خالي فهد واختي بدرية وزينب وشهد وبنت اختي فرات وأمي الغالية تعبوا البرنامج من نوان لكل الأسرة الكريمة اللي قاعد تتابع البرنامج الحين يا رب أرزق شعولة سعادة بقلبها ووفقها لما تحب وترضى وجعل حياتها نور على نور ربي يحميك وحرست يا رب من زوزي شكرا يا زوزي يا حلوة شكرا على الكلام الجميل أجمل ما في الحياة إنسان يقرأك دون حروف وإنسان يفهمك دون كلام وإنسان يحبك دون مقابل من بنت الجنوب حلو الكلام شعولة تدري ليش أنا زعلانة من الكنترول لأن أطرش اسم اس على الرقم بدول بسمحها دي يريد من قطرية وافتخهر أتوقعت شنا في رقم حق قطر صح؟ بعد لحظات رح أتأكد لش من الكنترول إذا عندنا رقم لقطر شعولة بنوره بالأسود وأنا بعد أحب اللون الأسود من شوشة تحية كبيرة لك يا شوشة علميهم أنك العيوني نورها علميهم أن دنيتي من دولك ما بيا علميهم أنك أحلى من اللي قيت علميهم أنك أجمل ما حصلي أحبك شعولة من بيونة تحية كبيرة لك يا بيونة حبيبة قلبي والله وفقتك إن شاء الله ويسهل عليك امتحاناتك وتطلع النتائج الطيبة وأيضا طلبت الجامعة بيقولهم إن شاء الله الله وفقكم خاصة الحين قاعد تطلع النتائج وأنا صلي يومين نفسيتي حل تعباني ناطر النتائجي يعني ما أدري شنو رح شنو سويت أنا بامتحاناتي فألا يسهل إن شاء الله منورة شعول يدعي لي باتشر علي امتحان أحياء أبي أبتشي من أحياء من فتوتة لازم تدرسين لأن أحياء أبداً موسهلة هذه هي المادة اللي مرة قلت لكم أنا بالجامعة لنا ما يبت فيها قريت زين فألا يسهل عليك إن شاء الله خرح مع بعضا نشوفها الفيديو كلب ونرجع لكم مرة ثانية موسيقى 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 اختبارات وبعدها بتواصل كل يوم من صد الصمت من عمان حبيبتي الله يسهل عليك امتحاناتك وفترة إن شاء الله تكون فترة جميلة ناخذ الاتصال معنا بنقول ألو عسل أنا سلام عليكم وعليكم شون شي عسل الحمد لله تمام عسل أنا طيبة الحمد لله أنا لي موقف معاش على الهوى تذكرينه ما تذكرينه؟ لا خلص لا خليش أنت تذكرينه قبل أربة أشهر خمسة أشهر إن زين مشاركتك يا عسل يا حلوى شنه هي؟ أبدا عبد أنا وديك خياسي حاضر من عيوني يلا مع بعض نشوف اللعبة على الشاشة يلا لعبة الصورة شنو الصورة المخفية يلا رقم واحد واحد نعم مسلسل كارتوني شخصية كارتونية مشهورة جدا وأنا ويد أحبها بعد خمسة خمسة واو هدي رح يتبطول لش ثنتين رقم غيرها اثنين اثنين غني بسرعة وقولي باس طيب فلّة بتغني؟ فلّة بسورة لا موفلّة موفلّة رقم غيرها بسرعة ثلاثة ثلاثة سؤال تشي قول عكس كلمة كسول نشيك صح شطورة تبطل معنا عرفتها؟ نعم عسل تلبس أزرق من اللي تلبس أزرق؟ زي بساعدة؟ ما اللي آخر شي تتزوج أمير؟ لا أعرف اللي كرام السام عجوتيها يضيق؟ ساندريلا صح هذه هي الإجابة صحيحة نعم 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 حبيبتي عسل تحياتي شكرا نعم 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 منديل لأن فاضا يكون يوجد تحية حق عبدالله المنديل عشرة أمور من أيام استوديو لفطة تحية كبيرة لأكيد مهندسنا العزيز عبدالله المنديل وتحية كبيرة لكل مهندسينا اليوم موجود معنا عبدالله اليوم موجود معنا أستاذي العزيز أستاذ خضر أكيد كبيرة لهم نعم سلمي دعا لعبدالله يوصل إن شاء الله أكيد العبدالله كان قاعد يتابع حلقة سمع تحياتك وأبي بل تحية حق كل زملاء الموجودين فيها تلفزيون الرائعة أكيد شباب المصورين الصوت الكنترول كلهم تحية كبيرة لهم أكيد ودائما يبدلون جهود كبيرة لإنجاح هذا البرنامج وكل البرامج الموجودة على شاشة تلفزيون الرائع أسعد الله مساكم بكل خير كيفك شعول حبيبتي فطون بنت حضر موت تحية كبيرة لي فطون بنت حضر موت شعول أنت حكاية مختصرة لشيء الجميل في حياتي اختتش ميمي شكرا وأنتوا أجمل أشياء حياتي يعني من ضمن الأشياء اللي أنا أحبها وجودي في هالبرنامج وتواصلكم معاي هاي حبي شونتش تحياتي لمريومة مهوفيزو أقول لكم أحبكم هاي من ميمي شكرا يا ميمي مساء الخير شعولة منورة بقوة وصحل سانتش ويجبل ما يزكريح من مزان تحية كبيرة لمزان أيضا عندنا أشياء صغيرة ولكنها جميلة كاتصال أحدهم لا يريد شيئا فقط يريد أن يخبرك أنه اشتاقى إليك كثيرا من شوشو حلو أن الإنسان لما يكون فاقد له صديق أو إنسان يعز عليه المدة طويلة ويدق عليه فجأة يقول لا أنا ما بي شيء بس حبت أطمن عليك حلو هذا الشيء إذا عندكم صديقاتكم من زمامة أدروا عنهم دقوا سألوا عنهم عندي لتش مفاجأة حبيبتي شعولة فطوم بنت حضر موت أمانة أرجو المفاجآت لبعد النتائج عشان تصير كلها مفاجآت مرة واحدة أيضا عندنا يا رب أرزق شعولة سعادة بقلبها وفقها لما تحب ترضى هذا قرينات لأننا لزينا مرة ثانية مرحبا شعولة تحية كبيرة لتشكرا شعولتي بنورة أصال ونغايبة شتقنا حق صوتها وخاطرة من الإجابة من منال ما لله أصال موجودة معنا أكيد نحن نكمل كل تغذية الجميلة واتصاراتكم ولعبة تكون الكلمة من بعدها البريك رجعنا لكم مصدقائي الحلوين من بعد هلو بريك ونبدأ ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم لكي نلعب لعبة تكوين الكلمة واليوم كلمات عن حيوانات أليفة ناخذ الاتصال ونقول ألو مروا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونت مروا الحمد لله تمامتي شحانت زين الحمد لله حبيبة قلبي مروا جازة تلعبين معنا اوكي زين شعولة عيوني بعد ما ألعب بغني بوجهة حياتي حاضر من عيوني اوكي اوش نلعب بعدين توجهت حياتك اوكي يلا الحروف اللي عندنا هي قاف تأمر بوطة طا وكاف تايم اوكي قطة صح شطورة يا مروا ما خذتي وقت كبير عشان تعرفين الإجابة والحين رح نسمع عغنيتك وعقوب تحياتك اوكي يلا اللي قوسي قوسيك وسهام سهامك مالي على رمس تسلقوة أنا سيرك واقفين قدامك والحين واللي تابي تسوى يسوى الله عليك تحية كبيرة لتيا مروا يا حلوة أمس كم قاعدة يسمح لغني عاد مروا تحياتك حق منو اول شيء اكبر تحية حق عبود الغالي اقوله والله فاقديمك اليوم وانا صراحة كم خاطرين انا يعني اسمع صوتكم متول اثنين اليوم بش يالله ما علي بقي باتك ان شاء الله مزين مزين وحاكت انتشاعله واقول الله يمكت ان شاء الله في الامتحانات شكرا وحاك ماجد اكبر تحية ما قولي اعطيك الف عافية وحاك قروب عشاق عبود حاك بستون حبيبتي وحاك زهورة حاك انوش وبيون وزنوب وبيون وحاك كل قروب عشاق عبود وقروب ماجد واقول حاك قروب عشاق عبود وقروب ماجد ناخد تصال اخر ونقول الو حنين الو السلام عليكم وليكم شلا شونت زينا جاهزة تلعبين ايه يالله مع بعض سمعي الاحرف اللي عندك نون وبا و الف و را و فا نون با و الف و را و فا خلص الوقت حنين نعم ما عرفتها لا اوكي كانت ارنب اعتذر منك يا حنين لابا وديت تحياتك اوكي نسمة تحياتك تحية كبيرة حق ارنب سارة يلا تحياتك حق منو تحياتك حق منو تحياتك حق امي الظوي ايه ونسي مبترها حق خلاله عمامي ايه رفقاتي حبيبتي تحية كبير احكي لذكرتي اسمام وشكرا على اتصالتك وتوسطتك معنا اتصال اخر في لعبة تكوين الكلمة واردو اذكر انه كلماتنا هي عن حيوانات أليفة ألو حسنة ألو السلام عليكم وعليكم السلام حسنة جاهزة تلعبين ايه مشاعر نعم عادي ألعب أغني حاضر من العيوني راح خرج تعبوا وتغنين اوكي اوكي ايالله الاحرف اللي عندك واو راء عين جيم تايم اوكي 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 تلعبين وتغنين اوكي اوكي حاضر اول شي راح نلعب الاحرف اللي عندك هي غين ألف باء باء همزة هذي اللي على السطر او سين تايم اوكي انزان بس بس أهلك ان الالف فيها همزة ولا بدون همزة بس بروحها تذي اللي هذي على آخر شي يعني تذي مثل ماء ايش لون ماء ايش شنو شنو والله ما عطبت الاحرف عقل انزان اعيد لشياهم اعيد لشياهم الاحرف ايه سمعيني ماتش غلط شفينهم سمعيني بس اه غين او باء وين اللي حرف او ألف او باء او همزة او سين والالف ما عليها همزة غراب من وين يالغراب فيه ثلين باء ها ايه فيها ثلين باء امانة 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 شنو امانة مالك بائم اول مرة اخسر أول مرة اخسر أول مرة اخسر لا اخترين انا اليحين لم اعدت فرصة حيوان أليف نضعه في بيتنا ساعات نستطيع الشريء وأول شيء يبدأ باق باق وياك الحب شمسي ها أعيب لك شخص يصير على الهواء؟ ها هذا 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 بقصة 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 هذا تاهية كبيرة لت يا حبيبتي وفي السيف أعطيتك فرصة أغني وأهديك فتحياتك حسنا يلا أقول أنا بس استريح ما ينفعك دور الجريح عن شعر زمانك مستوي مرات حف مرات شيح لا هي وعودك بانتزام ولن تبعك قد الكلام عادلك قدر ومقام بارج وأنا شوكي صريح أقول أنا بس استريح ما ينفعك دور الجريح دلت يا أنا على الزلا سكات وإنت مكانك محترات راجعت نفسي تمضحك وش لي بحبك يا مليح ما أنت على حبي تروم وأنا من كبار القروم لاني على وطلك لزوم يندور الدر بالمريح عجي أنا عجي تكفي ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه هذا هو الحب الصحيح لا لا تذكر أو تقول لاني على وصلك ميون ما دام عندك ألف قوم خليك مكانك والسريح شكراً أغنية جونيل أكيلي فأنا رائع سي الجسمي أو أغنية جديدة والتي بدايتها بينك بانثر عجيبة بعد ذا دامكم تسمعونها لغاني يعني خلا أزيدكم بعد واحدة تحية كبيرة لك حبيتي تحياتك حق منه صحانا ما بي أعزة تحياتك أبي 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 أمي وأبوي أول شيء وأنت وأنت ومشاعل وكل أهلك وعبد الله ويجدتش وأكيد أكيد أكيد خالطي حبيتي تحية كبيرة حق اللي أكيد أكيد خالطي بالأخص بعد إحنا وجهنا تحية وشكراً مع ألف سلامة بعد التصال معنا قول ألو سراء 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 السلام عليكم حبيبة قلبي عليكم السلام كيف تحبيبي سراء حياتي أنا بعد أحبت شوية أجلس تلعب معنا؟ ماذا؟ يلا مع بعض نسمع الأحرف ألف حاء صاد تاء ونون تاين ماذا هذا؟ حسان 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 صح أعافية عليك سراء يا بطلة أعرفت الإجابة قبل إنتهاء الوقت ومع ألف سلامة لا تقولين شيء؟ كيف ترى الحلوبة؟ حياتي يا روحي مع ألف سلامة أحببت قلبي بعد التصال معنا ونقول ألو خلاص؟ ألو السلام عليكم سراء 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 يلا سنلعب مع بعض أول ما سنسمع المشاركة؟ الحروف هي تامر بوطة صاد با وطا تاين ما هو؟ ثلاثة حروف ثلاثة 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 أكلك منين يا بطة يا بطة أنا أريد أنني لم أسمع تلباء لم أسمع تلباء لم أسمع تلباء لم أسمع تلباء إذن أنني أجاب بطة قل لي بطة كنت أقولها والله خلاص قلها الآن بطة خلاص فسكي المشاركة بشكل سريع كنت أقول لا أريد أن يأتي ذلك اليوم الذي تحفظن فيه بعضنا ونبكي من كل قلبنا على فراق تلك الأخوة التي جمعنا الله بها بأجمل اللحظات ولكن حتما سياتي وها هو اليوم واحد وعشرين خمسة ألفين وفلصات ميلادي قشر بتاريخي بتخرجنا بعد أثناء عشر عاما قبرني الزمن على فراقكم كنت حتما لن ولكن حتما لن يجبرني على مسيانكم أوقف تحية لأكبر صديقاتي كان يوم حفلت خارجنا وبسوقت على إذن عنا أكيد أنت حقا تقولي أنا قلبي أعورني على صديقاتي حبيب تأكيد هم بعد يحبون شواديا خلاص وأنت اسم على مسمى أكيد على الكلم الجميل فأنت مخلصة إلى صديقاتك رح كمل حلقتنا معكم نتروني من بعد هلا بريك رجعنا لكم مصدقائي الحلوين من بعد هلا بريكم كاملين حلقتنا معاكم وصلنا معاكم للفقرة الرابعة راح أكمل قراءة التغريدات الموجودة معنا ممكن نطلب شعولة لا ترديني أوكي تزيل طلب فنشوف شنو هو الدنيا ثلاثة هموم هم يبكي وهم يضحك وهم بورجر شنو يعني ما فهمتها شعولة إن شاء الله تنجحي في جميع مواد بالتفوق والمتياز اللهم أمين يا رب بس تطلع النتيجة شعولة أحبك حيل وأموت فيك وأدعي من ربي يحفظك ويطول بعمرك ولا يحرمني منك أوجد تحياتي لكل رفيجاتي من يامسة وفاتحية كبيرة لك حبيبتي يا عملي شعولة شكراً يا روحي على الدعوة الحلوة وأنا حبتك وايد وكل يوم حبتك بقلب يزيد أنت أروع إنسانا بالكون يا رب درجاتك امتياز من بيونة أغاسل أيدي من الامتياز أقول لكم من الحين أيضاً عندنا ما هو قدري عندك يا خليفة ماما أنيسة مجنونتك فطوم بنت حضر موت تحية كبيرة لك يا فطوم يا بنت حضر موت أيضاً عندنا والله حرام ليش كنت رو ما يتقصى علي صديقة اللي تقولين ما فيه اللي قاعد يزيدين اسم اس على رقم جميع أنحاء العالم فيه رقم لدولة قطر الحبيبة لازم يزيدين على رقم دولتك أيضاً قاعد يقولون لمشاعل الجمهور كبير بالسعودية شكراً جزيلاً وأنا بعد وايد أحب أهل المملكة العربية السعودية أيضاً عندنا حكمة عجبتني إذا وضعت أحداً فوق قدرة فتوقع منها أن يضعك دون قدرك من حوراء هذه مو لايك هذه سبعين لايك أنا معاتش أيضاً مساء الحب والعهود مساء الفل ودين العود مساء الورد لأحلى قلب الوجود أحبت شوية شعورتي ليحرمنا موجودك بحياتنا يا رب مبيونة حبايب ولا يحرمني من وجودكم بحياتي مشاعل خمسة أحرف اجتمعت وكونت لكم إنسانة محترمة دمها خفيفة تنحط على الجرح يبرى يا بعد قلبي يا شعولة سمعوني أنا أشهد تحية كبيرة حق البنوتة اللي كاتبها هالتغريدة حبيتها سلام عليكم كيف الحال مشاعش أخبار عبدالله أتمنى راتكم توام الحمد لله إن شاء الله باتشحكم موجود معنا ناخذ التصال ونقول ألو 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 بدور راحت بدور نرد مرثاني يا نقراش يعقول إن شاء الله طالع روع اليوم ربي وفقك يرضى عليك يا رب أتمنى صديقتكم من من نورة تحية كبيرة ليش يا من نورة وأكيد أنت صرت صديقتنا بما أنش تواصلت معنا لو كان الغياب يقلل من الحبة لما كان الحي يبكي على الميت أنا أشهد هذا أنا أشهد الحين أعطيكم يا من عندي الله يوفقك بالاختبارات وتنصدمين من سهولة الأسئلة وايد أحب تشوفها بدين عبود والله من نوف أنا خلصت اختباراتي أمس بس ناطرا نتيجة الاختبارات أيضا عندنا شعورتي أنت مذيعة خلوقة وراقية بتعاملك مع الأطفال ومو أي مذيعة أطفال توصل اللي وصلتيلها ومنها للأعلى حبيبة قلبي من لما شكرا يا لما على الكلام الجميل وهذه شهادة أنا أعتز فيها أيضا عندنا سامع لكم النوف من البحرين شونش مشاعر أنا أحبت شوائد أنت وعبد الله بليز اقري تويتي قرينا صلوحي ولد أخوي دائم يقول وش فيها مشاعر ما تذكر اسمي ما توجه لي تحية محبتكم بنت حضر مو تحية كثيرة لك يا صلوح أيضا عندنا أهلين كيفكم أمي مرة تحب برنامجكم وتابعة كل يوم ما تطلع من البيت إلين يخلص البرنامج تحية كثيرة لوالدتكش العزيزة وأكيد إحنا سعيدين جدا أنه عندنا ناس رائعين مثلكم يتابعون هذا البرنامج ناخذ اتصال من بدور ألو بدور تتغلى علينا بدور يلا نكمل مرة ثانية مشاعر لها تصميم بسيط إداء مني لش من بنت الإمارات أبي أفتح التصميم الحين وأنا على الهواء بقول لك رائع فيه ما بيتبطل معنا حلو مكتوب واللي عنده مشاعر وش يبي أكثر شكرا جزيلا على التصميم شعولة في جمهورش كبير بالسعودية شكرا قرأت هذا أيضا قبل شوي أنا أحب استوديو أبطال ودايم أتابعكم وأحب شعوله عبود ممكن تقولوا رسالتي أنا ملكة تحية كبيرة لتش يا ملكة تحياتي معطرة ديها لكل من يحبني وكذلك لكل من خلف الكواليس محبتكم فاطمة حضر موت تحية كبيرة لتش راح نروح الحين مع بعضنا نشوف هالفيديو كليب ونرجع لكم مرة ثانية يا كويت ما عندش خبر إنش لنا روح ونظر يا كويت ما عندش خبر إنش لنا روح ونظر تدرون ليش نحبها ليش ليش من غير حالما نعيش ليش تدرون ليش نحبها ليش ليش من غير حالما نعيش ليش نحن شعب نتش يروح ويدنا ديما انظر نحن شعب نتش يروح ويدنا ديما انظر يا كويت ما عندش خبر إنش 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 لنا روح ونظر نسهر 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 عشان يتخن بالنفسي يترابط بالعمل لازم أملنا يكتمر يكوتنا يكوتنا إنت الأساس إنت الأصل يا بعد ريحة الأهل إنت الأساس إنت الأصل يا بعد ريحة الأهل اسمك مثل بعض العسل لما يمر مش معهنا اسمك مثل بعض العسل لما يمر مش معهنا فازروا ليش نحبها ليش؟ ليش من غير حالة ما نعيش؟ ليش أحد الشعب بتشيير وطويتنا ديما التقضر أحد الشعب بتشيير وطويتنا ديما التقضر يكوت ما عند الخبر إنش 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 لنا لحيا بخير الله نحفظ لنا إن شاء الله يا رب دي رتنا حبيبا من كل شهر معنا اتصال نقول ألو ألو فاتن السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوان شيا فاتن الحمد لله انت شلوني الحمد لله بخير حبيبة قلبي قولي لمشاركتش يا فاتن يا حلوة أه بقول شيء يلا نسمع مساعل عبد الله أحلس من أعيب سقون فيارب أحفظهم بحبه ووفقهم ويارب أجعل حياتهم سعادة في سعادة وحقق أمانيهم فإني أصبهم كثيرا وإتمنى لهم الخير دائما عبدوا الشعولة أنتم سر سعادتي فبوجودكم في السم الأفراحي ووجودكم يشعرني بالراحة والطمئة أنتم مؤتراحتي والسعادتي أنتم من أدخل في البسمة على كثير من الأطفال والآباء والأمهات وكبار السن جزاكم الله كل خير ووجودكم مهم في حياتي لا أستطيع أن أكتب عنكم لأنكم تستحقون أكثر من ذلك فإن أصوات وأن أكتب فلن أوفي حقكم ولو كانت الكتاب وأقول لكم باختصار أنتم معنا حياتي حبيبتي مشكورة على الكلام الحلو والرائع يا فاتن وتحية كبيرة لتشلغاليا ما قصرت على الكلام لشلجميل بتوجهين تحياتك؟ لا بس أقول شيء قولي بغيبة عنكم فترة وأرجع بسبب الأمتحانات وحابة أقول راح أستابلكم مرة بس لكل اللي حفت فاتن يدعي لها بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله آخر امتحان علي وأتصل عليكم وأرجع أشارك من ذلك إن شاء الله حبيبة قلبي الله يوفقك ويسهل عليك إن شاء الله وصدقيني راح أكون من أول الناس اللي كل يوم يذكروني بالدعاية فاتن يا حلوة والله يوفقك إن شاء الله والنتيجة تكون طيبة ودقين على الهواء إن شاء الله بعد أمتحاناتك وتبشريني إن أنت نجحتي وبدأ رجعت عالية شكرا يا فاتن مع ألف سلامة برجع أكمل تغريدات مشاعر أنا مونة وأنا مونة بنوتة من اللي مساق علينا إن قلنا أبو حامد فتحي كبير ولا خلصت حلقتنا اليوم لاقيكم إن شاء الله باتشر في حلقة يديدة مع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر رسمو تلوين لعبو تمرين يلا يا أطقل يلا يا حلوين رح نسألو نلعب رح نم رح نستفيد من رسو بيت وملعب بس تلو العب تاركي